اشتركوا في القناة اين وجهتك؟ من اين انت قادم؟ كم مرة تمر على هذا الطريق في اليوم؟ اسئلة تكررت على مسامع العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية من قبل افريقا العمل التي انتشرت على كامل شبكة الطرق بهدف استطلاع اراء المواطنين والمقيمين ميدانيا وذلك لجمع اكبر قاعدة بيانات في البحرين بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية اهمها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية هدف تطوير هذا المخطط هو اعطاء نظرة مستقبلية للمخطط النقل في البحرين على اساس يتم تطويع وتوفير وسائل النقل للمواطنين والمقيمين الكرام على حسب ما يأتي في الخطة حتى ذلك العام الفين واربعين طبعا اليوم استطلاع الرأي يبتدي هذا الشهر شهر ابريل ويستمر لمدة شهرين يستطلع رأي عينة تبلغ حوالي 100 ألف من مستخدمي الطريق من مقيمين ومن مواطنين الهدف هو اعطاهم الفرصة في ابداء رأيهم في تطوير هذا المخطط المهم هذه الحملة الاستطلاعية جاءت من اجل مستقبل افضل لجميع من يقطن في المملكة وهذه الحملة اتت على عدة مراحل استطلاعات في الشوارع وفي المنازل ومع مستخدمي النقل العام ويقوم هذا الفريق المدرب والمكون من قرابة 200 شخص باجراء المسوحات لعينات من مختلف شرائح المجتمع استطلاع رأي أيضا يركز على الأفراد مثل ما يركز على وسائل نقل البضائع أيضا 100 ألف عينة في 65 موقع مختلف في أنحاء المملكة على شبكة الطرق وأيضا في المرحلة الثانية من هذا الاستطلاع الذي سيستمر لمدة شهرين خلال أبريل ومايو بإذن الله ستكون هناك أيضا عينات لزيارة 3000 أسرة في منازلهم المرحلة الثالثة تتعلق بمواقع عدة استراتيجية في مناطق استقطاب مثل ما نسميها الرئيسية والمجمعات التجارية لاستطلاع أيضا أراء المواطنين والمقيمين سرعة عالية ودقة في استقصاء المعلومات دون تعطيل لمستخدمي الطريقة هذا ما تأخذه الحملة بعين الاعتبار وقد روعي أيضا في اختيار مستطلعي الرأي إلمامهم باللغات العربية والإنجليزية والأردو والهندية للتمكن من استطلاع مستخدمي الطريق بكافة شرائح المجتمع خلال شهرين إبريل ومايو جهود كبيرة تبذلها عدد من الجهات الحكومية في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بهدف جمع أكبر قاعدة بيانات في المملكة تتيح للحكومة الموقرة التخطيط لمشاريعها الاستراتيجية للبنية التحتية حتى عام 2040 يحيي العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين